الصحيفة الثانية حقائق عن الخمس الطيب قسمت عنوان الخمس إلى عنوانين الخمس الطيب هو خمس صاحب الزمان والذي أباحه لشيعته وأما الخمس هكذا كتب في التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب بخط إمام زماننا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا إلى أن يظهر صلوات الله عليه لتطيب ولادتهم ولا تخبث الخمس الثاني وهو الخمس السحت السحت يعني الحرامة المحرمة في أشد درجاته هذا هو السحت الخمس السحت هو خمس المراجع الطوسيين وشيعته فرقوا بين الخمسين لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن فلان يقصدونني يرفض الخمس إنني لا أرفض الخمس الطيب هو حق ثابت في عنقي لمحمد وآل محمد إنني أرفض الخمس السحت وهو خمس المراجع الطوسيين هذا الخمس السحت النجس اللعين المحرم الذي يقود دافعيه ويقود آخذيه وآكليه إلى منظومة خبث الولادة لأنهم يعاندون صاحب الزمان صاحب الخمس الطيب فهو حلل الخمس وأباحه إلى وقت ظهور أمره صلوات الله عليه لأجل أن يلتحق الشيعة بمنظومة طيب الولادة لتطيب ولادتهم ولا تخبث ولكن اللعناء الطوسيين ابتداء من اللصف الأول سأحدثكم عن هؤلاء اللصوص سيأتينا الكلام بالتدريج لكنني أريد أن تفقه الموضوع وأن تكون عندكم ثقافة من ثقافة العترة الطاهرة لذا قسمت الحديث في صحائف فهذه المطالب لا تذكر لكم وأنتم لا تعرفونها وأصحاب العمائم هؤلاء الذين تشاهدونهم في الشوارع هؤلاء حمير لا يفقهون شيئا من كل هذا لا قرأوا الأحاديث ولا سمعوا بهذه الحقائق إذن الخمس خمسان الخمس الطيب خمس صاحب الزمان مباح محلل إلى وقت الظهور حتى نتمكن من الالتحاق بمنظومة طيب الولادة الخمس السحت اللعين خمس اللصوص خمس قطاع الطرق إنهم المراجع الطوسيون السفلة هذا الخمس السحت يأخذ الشيعة إلى منظومة خبث الولادة وأدل دليل على ذلك انتشار الشذوذ الجنسي في هذا المذهب سببه أن الشيعة قادهم هؤلاء المراجع إلى منظومة خبث الولادة عنادًا لما شرعه صاحب الزمان وإلا من أين جاءنا الشذوذ الجنسي إذا كنا على دين العترة الطاهرة دين النقاء ودين الطهارة لماذا؟ لماذا؟ لماذا ينتشر اللواط في النجف وفي كربلاء أيضًا ولكن الأمر في النجف أوضح لماذا ينتشر اللواط في النجف ولماذا ينتشر تحديدًا في دائرة المرجعية وفي الدائرة القريبة من المراجع وفي الحوزة وفي المدارس الدينية وما بين المعممين لماذا؟ لماذا؟ لأن هؤلاء توسطوا منظومة خبث الولادة ومن هنا انتكست فطرتهم هذه هي الحقيقة على أرض الواقع لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقات التي تحدثت فيها عن الشذوذ الجنسي بكل مستوياته النظرية والعملية أعود إلى الصحيفة الثانية التي فتحتها الآن الصحيفة الثانية من صحائف حديث عن الخمس حقائق عن الخمس الطيب سيستمر الكلام في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة أيضا في هذه الصحيفة سأذهب بكم إلى أحاديث العترة الطاهرة أولا أول هذه الحقائق أهمية الخمس سأقرأ عليكم الأحاديث ولن أطيل الوقوف في شرحها كي أن تفع من الوقت إلا إذا كان الحديث مغلقا بحاجة إلى شرح لكلماته لعبائره سأكون مضطرا لذلك الكتاب الذي بين يديه هو الجزء السادس من وسائل الشيعة للحر العامل وهذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية هي من أشهر طبعات الوسائل طهران إيران في الصفحة السابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة في الباب الأول الحديث الأول عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر للباقر صلوات الله وسلامه عليه ما أيسر ما يدخل به العبد النار أبو بصير يسأل الإمام الباقر صلوات الله عليه ما أيسر ما يدخل به العبد النار فماذا قال إمامنا الباقر من أكل من مال اليتيم درهما ثم قال ونحن اليتيم الإمام يتحدث عن الخمس الطيب في زماننا نحن لسنا مبتلين بذلك إمام زماننا أباح لنا هذا الأمر وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث أما مرجعية النجاف وغير النجاف يسرقون الأخماس باسم صاحب الأمر ويضحكون على الشيعة فليذهبوا هم والشيعتهم وأخماسهم إلى الجعين إمامنا الباقر يسأله أبو بصير ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم فما بالكم إذا كان المراجع يدعون كذبا أنهم نواب من صاحب الزمان كي يتصرفوا في أمواله متى نصبهم الإمام نوابا من قبله للتصرف في أمواله فليعطون نصا واحدا رواية واحدة فليعطون جملة فليعطون حرفا واحدا صدر عن صاحب الزمان يقول من أن المراجع الطفسيين سود الله تعالى وجوهه صاحب الأمر لا يقولوا بهذا هم يقولون كذبون مفترون من أن المراجع الطفسيين ينوبون عن صاحب الزمان في التصرف بأمواله في أي كتاب في أي مصدر يا أيها اللصوص سالفة الواوي الطاح بالجدر وانصبغ نفس السالفة سالفتكم يا وهوية في أي كتاب في أي مصدر في أي مكان أرشدون أرشدون يا وهوية لا يوجد شيء في هذا كذبون هؤلاء سفلة بتمام معنى الكلمة ثم هل عين وشخص صاحب الزمان أمواله التي تتصرفون فيها في أي ناس كذبا تقولون من أنكم نواب صاحب الزمان وكذبا تقولون من أن أموال صاحب الزمان في الخمس الذي هو في أموال الشيعة وأدل دليل على ذلك أنكم حينما تصل الأموال إليكم تقولون هذا مال مجهول المالك إذا كنتم نوابا لصاحب الزمان وصاحب الزمان ملككم هذه الأموال كيف أصبحت هذه الأموال مجهولة المالك يا حرامية يا سختشية يا واوية نشالين نشالين سفلة عرامية أنتم تقولون من أن أموال الأخماس وهي عند الشيعة هذه أموال صاحب الزمان حينما تنتقل إليكم تتعاملون معها على أنها أموال مجهولة المالك إذا كنتم نوابا لصاحب الزمان وصاحب الزمان هو الذي ملككم هذه الأموال أو أعطاكم الولاية للتصرف فيها كيف تصبح هذه الأموال مجهولة المالك ما هي لمالكها وهو صاحب الأمر حينما كانت عند الشيعة وأنتم نوابه وقد أذن لكم في التصرف بأمواله فكيف أصبحت الأموال مجهولة المالك بأي منطق هذا بأي قانون تتحول إلى أموال مجهولة المالك كي يعبث بها أطفالكم وصبيانكم ونساؤكم اللوطية اللوطية والفرقسية اللي داير ما يدوركم حتى يلعبون بها ما هي هذه الحقيقة من الأخر حقيقة مقشرة مقشرة والإفتراءات وهم يحاربون صاحب الأمر هذه حرب صريحة مع صاحب الأمر نذهب إلى الحديث الثاني إمامنا الصادق يقول إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة على العترة المعصومة على الهاشميين هذا التحريم يأتي فرعيا التحريم الأصل على العترة المعصومة إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة هذا الخمس فريضة ليس للهاشميين الخمس فريضة لمحمد وآل وآل محمد الهاشميون شيعة المعصوم هو الذي يتفضل عليهم بالعطاء فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال الكرامة لنا حلال إذا كان هناك من يكرمه من يقدم لهم الهدية الحديث الرابع عن أبي بصير عن إمام الباقري صلوات الله وسلامه عليه لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا مدام الخمس في أمواله لم يخرج الخمس من أمواله لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا لا بد من إخراج الخمس حينئذ يحل التصرف فيما بقي من المال المخمس قطعا التخميس له أحكام له شرائط له تفاصيل بينها لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا هنا لست بصدد بيان تفاصيل أحكام الخمس إنما أعرض لكم في هذه الصحيفة حقائق عن الخمس الطيب نذهب إلى فاصل الحديث الخامس في الصفحة الثامنة والثلاثين بعد الثلاثمائة من الباب نفسه المتقدم الذي قرأت منه ما قرأت من الأحادي عن أبي بصير عن أبي جعفر السند مذكور بسند صاحب الوسائل عن أبي بصير عن أبي جعفر عن إمام الباقري صلوات الله وسلامه عليه من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله إذا كان الخمس مذكور موجودا في ماله فليس له من عذر أن ينفق منه لابد من إخراجه وإيصاله إلى الإمام المعصوم من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له اشترى اشترى لابد في دين العترة الطاهرة من مراجع النجف وشيعتهم الحقيقة الثانية الأئمة يأخذون الأخماس لتطهيرنا نحن نتحدث عن معصوم لا مجال لأن نسيء الظن فيه لو كنا نتحدث عن شخص ليس معصوما فإننا سنسيء الظن فيه لكننا نتحدث هنا عن معصوم ولايته مطلقة بإمكانه أن يحصل على ما يريد إن كان من طريق عالم الشهادة أو من طريق عالم الغيب ولذا فنحن نحسن الظن به نحن لا نتعامل مع سلطان لا نتعامل مع شخص من أصحاب المعصومين لأننا يمكن أن نسيء الظن به لا نتعامل مع ابن آوى من البشر كمراجعنا العظام نحن لا نتعامل مع لصوص كمراجع النجف وكربلاء حتى نسيء الظن بهذا اللص أو بذاك الحرام من مراجعنا الكرام الحديث الثالث من الباب الأول في الصفحة السابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة بسنده بسند الحر العامل عن عبد الله بن بكير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إني لآخذ من أحدكم الدرهم ولا قيمة له وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا إلا أن تطهروا أو تطهر إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا هذا المضمون الذي جاء في الآية الثالثة بعد المئة من سورة التوبة خذ من أموالهم الخطاب لرسول الله أولا وبعد رسول الله للمعصومين من عترته صلوات الله عليه خذ من أموالهم صدقة تطهره وتزكيهم بها الصدقة هنا عنوان يكون شاملا للزكاة الواجبة ولزكاة الفطرة وللخمس أيضا الخمس صدقة قد تتعجبون من هذا ثقافة النجف ثقافة الناصبية الثقافة الناصبية فصلت ما بين الزكاة وما بين الخمس لماذا صارت تأكيد على الزكاة عند النواصب عند نواصب سقيفة بني ساعدة كي ينس الأمة حق محمد وآهل محمد جعلوا الخمس في الحرب فقط وليس هناك من حرب وغنائم الحرب حتى في الأزمنة القديمة تقع في مقاطع زمانية معينة ليس كالخمس الذي يكون في كل سنتين أحكامه مفصلة لا مجال للحديث عنها في مثل هذه العجالة آيات الكتاب الكريم التي تجمع بين إقامة الصلاة وإيطاء الزكاة هل الزكاة هنا هي زكاة النقدين وزكاة التمر والزبيب والحنطة والشعير وزكاة الإبلي والأبقار والأغنام لماذا ذكرت الزكاة هنا فقط الزكاة هنا لكل الأموال هذا القرن بين الصلاة وبين الزكاة بين إقامة الصلاة وإيطاء الزكاة قرن لكل الأموال حديث عن عبادة روحية وهي الصلاة وحديث عن عبادة مالية والعبادة المالية مثلما الصلاة الواجبة الروحية هناك صلاة الصبح هناك صلاة الظهر وهكذا الزكاة أيضا التي هي عبادة مالية هناك زكاة النقدين هناك زكاة الأنعام هناك زكاة الفطرة وهناك زكاة الخمس التعبير عن الخمس بأنه صدق جاء جاء في أحاديث العترة الطاهرة لكن الثولان في النجف يعتمدون في المصطلحات على مصطلحات سقيفة بني ساعدة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له والله سميع عليم هذا أمر من الله ولذلك نحن لا نسيء الظن برسول الله وبالمعصومين من عترته حين يقولون لنا إننا نأخذ الأموال منكم لأجل أن تتطهروا هذا المضمون يتطابق مع ما يريده الله في قرآنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لكن أين هذا بالنسبة لهؤلاء اللصوص في النجف وكربلا هل هناك من نص في الكتاب أو في أحاديث العترة يقول لنا من أننا نقدم الأموال لهم كي نتطهر يطهرنا هؤلاء الأنجاز هؤلاء اللصوص هؤلاء الذين ينتشر الشذوذ الجنسي في عوائلهم وحواشيهم ووكلائهم ويضحكون على ذقوننا هؤلاء هم الذين يطهروننا خذ من أموالهم هذا خطاب لرسول الله وهو خطاب للمعصومين من عترته خذ من أموالهم صدقة تطهرهم المعصوم يطهرنا تطهرهم وتزكيهم هذا هو المضمون الذي نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم وجزء من ولايتنا لهم إننا نقدم الخمسة لهم من أموالنا وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم جزء من هذه الولاية أو الولاية أن نقدم الأخماس لهم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا هناك نسق واحد ما بين أدعيته زياراته رواياته قرآنهم منظومة واحدة ألا لعنة على حوزة الطوسي ألا لعنة على منهج الطوسيين في حوزة النجف حيث يدمرون ثقافة العترة الطاهرة بحربهم على الزيارات والأدعية والروايات والأحاديث التفسيرية من أنها ضعيفة السناد بحسب قذارات علم الرجال الناصبي علم القنادر الصادق يقول إني لأخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا إلا أن تطهروا هذا هو القرآن يصدق حديثهم وهذا هو حديثهم يصدق قرآنهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم أذهب بكم إلى حديث سيدنا عبد المطلب صلوات الله عليه والذي مر علينا في الحلقة الماضية من أنه سن الخمس في زمانه في الزمن الذي كان العرب يعيشون في جاهليتهم الجهلاء في الصفحة الخامسة والأربعين بعد الثلاثمئة إنه الباب الخامس الحديث الثالث عن إمامنا الصادق عن آبائه عن رسول الله قال قال لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام إلى أن قال رسول الله ووجد كنزا فأخرج منه الخمسة وتصدق به فالخمس صدق ووجد كنزا فأخرج منه الخمس عبد المطلب في الزمان الجاهل وتصدق به فالخمس صدق الآية التي قرأتها عليكم من سورة التوبة إنها تتحدث عن الصدقات كلها عن الصدقات الواجبة وعن الصدقات المندوبة وفي الدرجة الأولى وفي الأفق الأول للآية فإن الآية تتحدث عن الصدقات الواجبة التي هي الزكاة زكاة المزروعات والحيوانات والذهب والفضة وكذلك زكاة الفطرة في آخر شهر رمضان والخمس والخمس هو الأهم ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف إذن ثقافة العترة تسمي الخمس صدقة وفي موطن آخر في الصفحة التاسعة والأربعين بعد الثلاثمئة من الباب الثامن إنه الحديث الخامس حديث طويل كتاب من إمامنا الجوادي صلوات الله وسلامه عليه أقرأ بداية الحديث التي ترتبط بالذي أتحدث عنه علي بن مهزيار من أصحاب إمامنا الجواد الإمام كتب إليه إن الذي أوجبت في سنة هذه وهذه سنة عشرين ومئتين فقط هذا كلام إمامنا الجواد ولاحظوا التدقيق في الكلام والدقة في العبارات إن الذي أوجبت في سنة هذه وهذه سنة عشرين ومئتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه إن شاء الله إن موالية أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم إلى آخر ما جاء في الرسالة المفصلة عن إمامنا الجواد الإمام تحدث عن تطهير شيعته وتزكيته لهم أن يأخذ الخمسة منهم وجاء بهذه الآية فهذه الآية في الصدقة الواجبة بالدرجة الأولى وأهم الصدقات الواجبة الخمس الإمام تحدث عن تطهير شيعته وتزكيتهم من خلال الخمس وجاء بالآية أقرأ عليكم ماذا قال مرة أخرى إن موالية أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم في ولايتهم لإمام زمانهم في ولايتهم وعهدهم للإمام الجواد قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهره هذا هو الذي مر علينا من أن المعصومة يكمل نقصنا إذا ما تجاوزنا الحدود فإنه يرجعنا إلى الحد الصحيح وإذا ما نقصنا فإنه سيكملنا منظومة منظومة عقائدية متكاملة ألا تلاحظون أني إلى الآن ما قرأت حديثا إلا وهو يلتصق بالأحاديث التي تسبقه في هذه الحلقة وفي سائر الحلقات آلاف من الساعات ألا يدل هذا على أحقية دين العترة الطاهرة كيف نشأ هذا النظم المتكامل وكيف تحققت هذه الهندسة العجيبة وكيف اتسقت هذه اللوحات المتكاملة وكيف اتسقت هذه الأجزاء المتباينة بشكل عجيب 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 كل هذا يشير إلى أحقية دين العترة الطاهرة ويشير إلى تفردهم بالحق فقط ويشير إلى أحقية منهج لحن القول الذي اتبعه وأخذته منهم ما هو بمنهج أنا اصطنعته من عند نفسي الحقائق واضحة واضحة جلية لكن الإنسان إما أن يعمى وسبب فقدانه للبصر والبصيرة هو هو نفسه وإما أن يتعامى وسبب التعامي أيضا هو هو نفسه الحقيقة واضحة 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 إن موالية أسألوا الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عام هذا وهذا يشعرنا من أن الموقف من الخمس يختلف ربما من سنة إلى سنة هذا أمر يحدده الإمام المعصم لماذا موقف المراجع منذ بداية الغيبة الكبرى إلى الآن هو هو يسرقون القمس ويعبثون به وإذا ما ماتوا ورثوه لأولادهم لماذا الموقف دائما هكذا لصوص حرامية 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 يسرقون منذ سنة 329 للهجرة حينما بدأت الغيبة الطويلة الغيبة الكبرى من الحرام الأول سيأتينا الحديث عن الحرام الأول وسأكشف لكم حقيقته من هو الحرام الأول في تأريخ مراجع الشيعة وساروا على سنته إلى يومنا هذا ستأتيكم التفاصيل وبالوثائق بالوثائق وبالمصادر الأصلية الصحيحة الدقيقة فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الكلام واضح واضح من أن الخمسة صدقة صدقة أين هذا في ثقافة النهجة في الوسخة نذهب إلى فاصل في صفحة الثالثة والخمسين بعد الثلاثمائة من الجزء نفسه لازلت أقرأ عليكم من الجزء السادسي من وسائل الشيعة للحر العامل من الباب العاشر إنه الحديث الرابع بسنده عن إمامنا الصادق بسند صاحب الوسائل نقله عن الكلين عن الكافي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمطت في مطالبه حلالا وحراما لم أكن متحرجا لم أكن متشرعا لم أكن متفقها وعملت بفقهي وشريعتي جمعت جمعت بين الحلال والحرام أتى رجل أمير المؤمنين فقال إني كسبت مالا أغمطت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليه فقال أمير المؤمنين تصدق بخمس مالك فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال هذا ماله اختلط فيه الحلال بالحرام والمال الحرام لا يعرف لمن هو حتى يعيده إليه المال الحرام ما أخذه بطريقة محرمة تعود ملكيته لآخرين وهو لا يعرف لمن يعود المال الحرام الذي اختلط بماله الحلال فمال اختلط فيه الحلال والحرام دون تمييز ودون تشخيص لعائدية هذا المال الحرام لمن ما هو الحل لتطهيره القاعدة القرآنية خذ من أموالهم التي مرت علينا في سورة التوبة والتي تحدث عنها إمامنا الجواد قبل قليل في رسالته إلى علي بن مهزيار نسق واحد ونظام واحد في الفتاوى والأحكام هذه قال أمير المؤمنين تصدق بخمس مالك فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال أمير المؤمنين يقول تصدق بخمس مالك فالخمس صدقة فما جاء في آيات الكتاب الكريم من القرن بين الصلاة والزكاة الزكاة ما هي هذه التي تختص بزكاة الحيوانات وزكاة المزروعات وزكاة النقدين من الذهب والفضة هذا جزء من الزكاة هناك الزكاة الكلية التي تحدث عنها القرآن حينما يأتي ذكرها مقارنا للصلاة من أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الزكاة هنا تشتمل على الزكاة بالمعنى الجزئي التي هي زكاة الحيوانات والمزروعات والنقدين وكذلك زكاة الفطرة وكذلك زكاة الخمس فالخمس زكاة إنما يدفع المؤمنون الخمس كي يتطهروا كي يزكوا عملية تزكية عملية تطهير الآية كانت واضحة جدا في هذا المطلب هذه حقيقة من حقائق الخمس الطيب أهمية الخمس دلت عليها الحقيقة الأولى الحكمة من الخمس دلت عليها الحقيقة الثانية فالإمام الصادق يقول إني 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 لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة ما لن ما أريد بذلك إلا أن تطهروا إلا أن تطهروا هذه الحقيقة الثانية الحكمة من الخمس هي هذه الحقيقة الثالثة فإن الخمس صدقة وإن الزكاة التي ذكرت في القرآن مقارنة للصلاة تشتمل على الخمس الخمس زكاة والخمس صدقة الحقيقة الرابعة موارد الخمس بحسب أحاديث العترة الطاهرة أقرأ عليكم من الصفحة الرابعة والأربعين بعد الثلاثمئة من الباب الثالث إنه الحديث السادس بسنده بسند الحر العاملي صاحب الوسائل عن عمار بن مروان قال سمعت الصادقة صلوات الله عليه يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس في كل هذه العناوين الخمس فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام والمراد من الغنيمة هنا غنيمة الحر قد يكون للغنيمة معنا أوسع لكن حينما سأورد لكم بقية الأحاديث ستتضح الصورة لأن الأحاديث يشرح بعضها بعضا فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ونذهب إلى الصفحة الثامنة والأربعين بعد الثلاثمائة إنه الباب الثامن الحديث الأول عن علي بن مهزيار عن محمد ابن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا الأشعري إنهم أشاعرة قوم بن الأشعر شيعة أهل البيت الذين أسسوا مدينة قوم في إيران في وسط إيران وهذا منهم عن علي بن مهزيار عن محمد ابن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني إلى إمامنا الجواد أبو جعفر الأول الباقر صلوات الله عليه أبو جعفر الثاني الجواد صلوات الله عليه كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروب من جميع الظروب من جميع أنواع التكسب وعلى الصناع وحتى الذين يعملون في مختلف الصناعات وكيف ذلك فكتب بخطه إمامنا الجواد الخمس بعد المؤونة الخمس واجب في كل ذلك ولكن بعد إخراج المؤونة بعد إخراج المصارف ما يحتاجه الإنسان في ترتيب أمور عمله وما يحتاجه الإنسان في شؤون حياته اليومية أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروب الأنواع وعلى الصناع وكيف ذلك فكتب بخطه إمامنا الجواد الخمس بعد المؤونة بعد إخراج مصاريف العمل وبعد إخراج مصاريف الحياة اليومية إذا ما بقيت الأرباح فإن الخمس في هذه الأرباح يدفع خمس الأرباح للعترة المعصومة إذا لم تكن هناك من أرباح وصرفت الأموال في مؤونة العمل ومؤونة الحياة اليومية وما يحتاجه الإنسان فليس هناك من خمس وإنما الخمس في الأرباح ما بعد المؤونة ما بعد مؤونة العمل ومؤونة الحياة اليومية وما يحتاجه الإنسان أقرأ هذه الرواية فإن وقت الحلقة قد انتهى وأعود إليكم إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد الحديث الثاني من الصفحة نفسها ومن الباب نفسه بسنده بسند الحر العاملي عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد ابن شجاع النيسابوري أنه سأل أبو الحسن الثالث أبو الحسن الثالث إمامنا الهادي أبو الحسن الأول إمامنا الكاظم أبو الحسن الثاني إمامنا الرضا هذا هو المعروف في مصطلحات رواة الحديث عند أهل البيت أبو الحسن الأول إمامنا الكاظم أبو الحسن الثاني إمامنا الرضا أبو الحسن الثالث إمامنا الهادي صلوات الله عليه عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد ابن شجاع النيسابوري أنه سأل أبو الحسن الثالث سأل إمامنا الهادي عن رجل أصاب من ضيعته الضيعة البستان المزرعة قد تكون كبيرة جدا وقد تكون صغيرة يقال لها الضيعة عن رجل أصاب من ضيعته من الحمطة مئة كر الكر في زماننا بشكل تقريبي إذا أردنا أن نحسبه مقايسة ما بين الأوزان القديمة والحديثة يصل وزن الكر في زماننا إلى ألفين ومئة وستين كيلوغرام أنا حسبته بشكل تقريبي ألفين ومئة وستين كيلوغرام عن رجل أصاب من ضيعته من الحمطة مئة كر ما يزكى ما يزكى يعني لم تتوفر في هذه الغلة شرائط زكاة الحنطة هناك شرائط فليس كل ما يزرع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب يزكى لابد أن تتوفر شرائط فهذه الحنطة لم تتوفر فيها شرائط وجوب الزكاة عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مئة كر ما يزكى فأخذ منه العشرة عشرة هذه ضريبة العشر الضريبة التي كانت تفرضها الحكومة العباسية فيأخذون عشر الحاصل ويسمى الذي يباشر العمل العشار هذه منطقة العشار في البصرة كانت نقطة للعشارين للذين يأخذون عشر الأموال باعتبار أن البصرة ميناء البضايع التي كانت تأتي من طريق البحر هناك نقطة نصبتها الحكومة تعرف بنقطة العشار فسميت هذه المنطقة هذا الحي في وسط البصرة سميت بمنطقة العشار العشار هو الذي يأخذ ضريبة العشر وهي ضريبة مفروضة من قبل الدولة ولذا في رواياتنا من أن مجموعة من الأشخاص لا يدخلون الجنة منهم الشرطي ومنهم العشار ومنهم العريف والعريف وقد تقرأ العريف هو مختار المحل الذي تعينه الدولة كي يكون مشرفا على أمور الناس ومخبرا للدولة بشؤون الناس ولذا فإن أشخاصا لا يدخلون الجنة في الأحاديث منهم العشار الذي يأخذ ضريبة العشر العشار والشرطي وكذلك العريف أو العريف وهو مختار المحلة في أيامنا أنا لا أتحدث عن أناس في زماننا أشرح الروايات كل شخص أعرف بنفسه وماذا يفعل وماذا يصنع وكان في زمان العباسيين في أجهزة الشرطة من هو صالح لكنني أتحدث بشكل عام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مئة كور ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة هذه المؤونة مؤونة العمل وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك يا إمامنا السؤال موجه للإمام الهادي وهل يجب لأصحابه 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 من المؤمنين من ذلك عليه شيء فوقع الإمام كتب لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته مما يحتاجه الستون كرا كم يحتاجوا منها لحياته ربما عليه ديون ربما هناك حاجات كثيرة في بيته لمصارفه اليومية لنفترض أنه يحتاج إلى خمسين كرا عشرة الأكرار الباقية فيها الخمس للإمام فيها كران فقط هذا هو الخمس هذا هو الخمس الطيب لأجل تطهير الشيعة وتسكيتهم إنه خمس المعصوم صلوات الله عليه قايس بين هذا النقاء وبين خمس السرسرية إنه الخمس السحت خمس الحرامية خمس الفرخجية قولوا ما تريدون أن تقولوا إنه الخمس السحت السرقة المرجعية الطوسية العلنية القذرة المشرعنة شرعنت بشرعة الشيطان شرعة الرحمن هي هذه أحاديث العترة هناك ناطقان ناطق ينطق عن الرحمن محمد وآل محمد فقط وناطق ينطق عن الشيطان كثيرونهم سقيفة بني ساعدة وتفاريعها سقيفة بني طوسي وتفاريعها فمن أصغى إلى ناطق فقد عبد فإن كان الناطق ينطق عن الله إنهم محمد وآل محمد من أصغى إليهم فقد عبد الله ومن أصغى إلى ناطق ينطق عن الشيطان إنهم شياطين السقيفة بني ساعدة وشياطين السقيفة بني طوسي فقد عبد الشيطان